اشتركوا في القناة 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 من الفاني ربعة خمارة حلوة سبيب منقع ومغصول جيد ومسقطر فواكه مع اسلام قطعة صغر نضيف 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 الخليط نضيف حتى نحصل على عجين فهذه هي الطريقة يمكن أن نأخذ حليب دافي مع معلقة كبيرة خمارة حبيبات ثلاثة المعال كبيرة نضيف بعد ذلك نقوم بتاكيد نضيف 10 دقيقة بعد 10 دقائق نضيف كان الزناس بيضة نضيف كبيرة نضيف نضيف بيض جميع نضيف نضيف حفلة ربعة الحفلة نزيد واحد الحفنة السبيب اللي قلنا مغسون من قبل ومسقطر مزيان ولا نزيد الحفنة ديال فواكه مع اسلام قطعة طريفات صغار لدوك الملونين وكنننخلطو وكننضيفو جوج كيسان اونس جوج كيسان اونس ديال تخين فورسة من النوع الجيد خاص بالحلويات مغربي مزيان وكنننخلطو نخلطو مزيان هاد المقادير حتى يجي خليط اللي هو تقل شوية ومباشرة كان ناخدو المول او للمقلة التقيلة على حسب فين غادي نديرو غادي ندهنوه مزيان سواء الزبدة ولا الزيت وغادي نرشوه بشوية ديال تحين ومنبعد غادي ناخدو هاد الخليط غادي نفرغوه بريوش تعودنا عليه يعني هادا شكل في صراحة تعودنا على انه البريوش يكون مجموع بحل عجينة فهاد شكل كيجي تقريبا تقل من الكيك ومباشرة كان بسطو في المقلة التقيلة او كان بسطو في المول اللي يدخل الفران الخاص بالكيك ومن اللي كان بسطو مزيان من الاحسن يكون دائري ولا مربع كبير من اللي كان بسطو ديك ساعة كان نكون وجدنا الكخيم باتيسيا صوب لها على سيساع سواء محضرة او لمصيبة في الدر كخيم باتيسيا غادي ناخدوها من اللي تبرد لنا تكون باردة ما تكون سخونة ومن اللي تبرد لنا غادي ندروها في الجيب الحلواني وغادي نخرجوها بشكل حلزوني يعني هاداك العجين ديال البريوش بعد ما بسطناه ونزلناه على المول مثلا دائري غادي نمشيو الوسط ديال هاداك البريوش الوسط في المول وغادي نبدو بالجيب الحلواني بدو نخرجو بحال كيف كان ديرو في خرينجو يعني هكا بقاو غادي بشكل حلزوني غادي نبقاو غادي من الوسط يعني من الوسط وغادي نبقاو غادي ناخدو داك الجيب الحلواني وحنا يعني كان ديرو دائرة وهديك الدائرة كان بقاو ندوره فوق منا بحال الدورة ديال المحنشة يعني نفس الدورة ديال المحنشة بشكل حلزوني كان بقاو غادي حتى هي صغيرة هاداك الجيب الحلواني يجب أن نكون فيها الكرام باتيسيا ، هذه الكرام باتيسيا ، كانت تبقى الدورة الصغيرة حتى نكمله و كانت تكبر لنا و كانت نوصله يعني الوجه ديال بريوش كامل تماما بحال هذه الدورة المحنشة المعروفة مباشرة كان نأخذ بيضة مع شوية الحليب مع قطرة ملخل بيضة شوية الحليب مع قطرة ملخل نخلطهم جيدا و من الممكن أن نفعل هذا الشكل الحلزوني على شكل دوائر بالكرام باتيسيا فكيبقى لنا هذه الفراغات كتبت لنا من الكرام باتيسيا كتبت لنا عجينة فقد ندهنوها لكي نعطينا واحد اللون دهبي ندهنوها يعني ندهنو هذه الجواني بذلك الفراغات ما بالكريمة ما بالعجين و ما بالكريمة و ما بالعجين و من بعد نخليها ترتاح و نصخن الفران يكون سخون من قبل على درجة الحرارة مئتين كل سيدة على حسب الفران ديالها و سنخلي واحدة كالطيب و كالتحمر من اللي كالطيب و كالتحمر و نخرجوها هذه الساعة إما ندهنوها بالكونفيتور جاري إما ندهنوها بالنباج لكي نعطينا هذه اللامعان ممكن أنكم ترشو بالمكسرات مثلا ترشو مثلا بلزامون ديفيلة باللوز محمر رقائق دياللوز أو اللوز كونكاسة محمر يبقى على حسب الاختيار ديالكم فهذا بريوش صراحة كي جيزوين تمنى أنكم تجربوه إن شاء الله وبصحة والرحة يجب أن نقطع محرشات بطحين الدقيق الكامل بالنخالة سنحتاجون في هذا الحريشات ثلاثة الكيسين ديال الطحين و القمح بالنخالة يعني نستفدو حتى من نخالة و سنغربلوها مزيان كي يكون نخالة رقيقة فقلنا ثلاثة الكيسين ديال الطحين و القمح بالنخالة تباوز الملح مع القاة صغيرة الخمارة الحمرة الحلوة مع القاة صغيرة السكرسانيدة قبيصة الخميرة معجونة الخبز سأعود لكم لأنه سنحتاجون في عكس زيتون ونجمعها بالمدافي نعود لكم بالنسبة للحرشات بالدقيق الكامل بالنخالة يعني حرشات بالقمح بالنخالة سأخذ 3 كيسان طحين القمح بالنخالة قبيصة الملح مع القاة صغيرة الخمارة الحمرة الحلوة مع القاة صغيرة منها مع القاة صغيرة السكرسانيدة وضع ثلاث قاة صغيرة الخميرة المعجونة الخبز وربع كاس زيتون زيت البلدية نعبره بالكاس العنبة والمدافي اللي سيكفان هذا هم المقادر في هذه الحرشات سأخذ 3 كيسان طحين القمح بالنخالة قبيصة الملح نقوم بقاة صغيرة الخمارة الحمرة الحلوة مع القاة صغيرة السكرسانيدة نقوم بقاة صغيرة الخميرة المعجونة الخبز ونخلطوهم جيدا من اللي تخلطوه ونخلطوه 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 ونرملوه ومن بعد نجمعه بالمدافئ لا نكتره الماء لدينا ميزان نخلطه لانه نعرفه انواع الطحين يشربه الماء أو الحليب نعطيه وقته نضيفه ونضيفه حتى نرى انه نخلطه القمح يشربه الماء لدينا ميزان لدينا ميزان من بعد نشكله منهم كويرات وندوزهم دائما في نس طحين الطحين القمح من خاله ونبسطهم في المقلة ونقرسهم قليلا ويأخذ الشكل قمح ونضيفه ونقرس ونقرس قمح ونقرس حتى نضيفه قمح ونضيفه قمح ونضيفه اشتركوا في القناة 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 ايه نشا. نشط دورة. اه نشط دورة. اه والطحين حسب الخاليط خص ما يكونش قاسح. كان خوغ في المول وكان ندخله الفران. والطبقة التانية كان ديرو شاسي ديال نيدو. ديال ستينقران. ايه. اه حب اللي بغبرة. وثلاثة ديال دانون مسوس. ايه. اه. وثلاثة معالق كبار سكا سنيدة. ونخلطو في مولينكس. ايه. منين خرجو لكي كامل الفران. نسقيوها بنس كاس ديال القهوة. ونخلو عليه ديال الخليط. ايه. على الكيك. ايه. وندخلو هالفران باش تكمل الطياب ديالها. ايه. مفهم. والطبقة التاليطة. هادي الطبقة التاليطة. ايه. كان ديرو رجوع ديال الفلون ديال ايدفال. ايه. ديال شكولات. اه ديال شكولات. ضروري ديال شكولات. وثلاث ملاعق ايه. ديال سكر كبار. اه. وملعقة مايفين. ايديال ناشط دورة. اه. وفي نصف لتر حليب. اه. ونخلوه يغلى. بحل الفلون عادي. ونخلوه على طبقة تانية. اه. ونتخلو هالتلاجة حتى تبرد. وبصحة وراحة. لاتك صحة مديحة. لقنا بكم مستمعينة مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة. وفي موعد تابيتك كل يوم خاميتك الحضر معنا. دكتورة سابرين شتوي. طبيبة متخصصة في علاج امراض السكرية اخصائية في التغذية والحمية الصحية. اهلا بك دكتورة سابرين. اهلا بك سانا. اهلا بميد غاديو. اهلا بالمستمعي الكرام. الله يبرك فيك. اليوم غدي نتكلمو على التركيز والانتباه عند الاطفال. وكنعرفو على اليوم موضوعنا حول واحد صعوبة كيعانيو منها كثير من الاطفال واللي كتزعج الوالدين في الدار وكتزعج حتى المعلمين يعني في المدرسة. وكيكونوا دائما ملاحظات على انه هالطفل كتي الحركة ما كينتبهش ما كيركش. فهدو الامور اكيد على انه كيكون واحد ضغط حتى على هدك الولد او لا على هديك البنت. فاليوم نبغيو نعرفو اولا هاد الانتباه والتركيز اللي غد ينتكلمو عليه كيفاش نفرقو ما بين انه يعني هاد الطفل عنده الانتباه يعني الصعوبة مثلا انه ينتبه واحد المدة طويلة ريتما انه مثلا معلمة تشرح له الدرس مثلا ولي حاجة اولا مثلا انتباه وتركيز اللي هو ما انتبهش يعني مؤقتا انه كيمر من واحد الظروف او لصعوبة وبين يعني الصعوبة في التركيز المرادية. افكتيف ما كي يعني بزاف جل الاهل من المشكلة ديال ضعف تركيز عند الاطفال هادك ضعف جل التركيز اللي عند الوليدات ودك تشتت الانتباه كي يدل لهم بزاف جل المشاكيل بزاف جل التعب تخطو الام لان الام هي كي تكون رفضة بل الوليدات ديالها. افعلا. او في العادة يكون هاد الوليدات كي يكونوا قليل التركيز كي يكونوا كثير الحركة يصون هايبر ايبراكتيف. او كينسوا المعلومات اللي كيتلقاوها بواحد شكل اللي هو سريع. داك شيء لاش كنلجؤوا بزاف ديال الطرق كي تخلصوا من هاد الاعراض. اما عبر استخدام ادوية ولا ممارسة بعد التمارين الرياضية ولا كنجروا واحد نظام معين ومخطط لزيادة التركيز ولا عبر سكون ابل البرين دايت. البرين دايت هو الغجيم ديال المخ ولغجيم ديال الدماغ عبر تناول بعض الاطعيمة. عليش لانه التغذية الصحية واستخدام واحد مجموعة من الاعشاب كتساهم في زيادة التركيز كتغذي الدماغ وهي احسن طريقة هادك البرين دايت باش ندوي بها هاد المشكل لانها هي خالية من اعراض جانبية مضرة. وكان واحد المثل الصيني يقول لك إلا بغينا نزرعوا سانة فحنا غنزرعوا سنبولة ولا بغينا نزرعوا عشر سانوات فحنا غنزرعوا شجرة ولا بغينا نزرعوا مية سانة فحنا غنزرعوا انسان. خير حصاد وخير زرع هو الانسان يعني هما الوليدات ديالنا. دونك إلا كان هاد المثل الصيني يشبه الوليدات ديالنا بالحصاد وبالزرع. فأوتوماتيك مخصنا نوفروا جميع الظروف الملائمة باش ديك النبتة ولا ديك الزرع تكون يعني كتنمو بوحد شكل هو جيد وباش ما تتبالج. كيف ما احنا كننسيستيو على الكاليتة ديال التربة مني كنزرعوا هادك النبتة والكاليتة ديال المناخته. فلا مم شوز كندرو عليه نترانسبوزيشن في ذاك البرين دايت. يعني احنا كننسيستيو على الكاليتة ديال النمو ديال الطفل يعني من المرحلة ديال تكوين دياله كجنين المرحلة ديال المراهقة. وكنحرصو اوسي على كيف ما النبتة كنحرصو على الانفيرونمون. فلا مم شوز عند الوليدات كنحرصو على الانفيرونمون فاميليال. كنحرصو على الهواء اللي كي يستنشقوه على العلم بان الاكسيجين هو اهم مدى الدماغ. من هاد الباب اولا غنفرقو بين شنو هو التركيز وبين شنو هو النسيان. يعني متلا شي وليد اللي كيعاني من مشكلة ديال التركيز. سوف ادعك بان المعلومة اللي غنعتوه موصلاتش. يعني يسيبا كونسنتخي باش ياخد ديال المعلومة. في حين بان النسيان المعلومة دخلت للمخدية ولكن تبخرات. سوف ادعك مثلا الام غتطلب من الولييد غتقول له عفاك جيبلي واحد الكويست الماء من الكويزين. مني غيوصل الباب. الباب ديال الغرفة. إلا سولته الام وقاتله شنو طلبت منك. إلا قال هارك طلبتين مني جيبلي كويست الماء. مشالكويزين. ومجابوش. رجع مجابوش. هادا اوتوماتيكما كنسميوه نيسيان. عالش. باسك المعلومة قلتها للماما دو فوة. ودخلت له المخ. ولكن إلا سوف كأن نخرج من الغرفة ومشا لكويزين. أن ديك المعلومة تبخرات. تركيز مختلف. تركيز مختلف. تركيز في الأصل المعلومة ما دخلتش. تركيز كل سيستم ديالو. هادا التركيز اللي التعريف ديالو هو القدرة على السيطرة على الأفكار ما عندوش. إلا ظهر هادا التركيز وهاد فرط الحركة. قبل ملاش دو دوز اون. فإحنا الاختصاصي طبيب مختص يدير اختبارات ديال التركيز. واختبارات تشتل الانتباح. وفي ديك الساعة كنقل براء انوغجين جينيتيك يعني كنقوا بأن هناك حالات مشابهة في الأسرة. إما عند الكوزين ما الكوزين ما الفخير ما يستعمل. كنقوا واحد رابط وراتي. والطبيب ديك الساعة كي حتش باش يعطيه أدوية. هنا باش نفرق. إلا كان الوليد كالم جسك دوز اون. وتدخل المدرسة. عباش بدا في فرط الحركة وعدم التركيز. فهذا كذلك الساعة ما كندرجوهش في خانة المرض. كندرجوه في خانة العرض. سوف نشوفه شنو هما الأسباب. أصل مشكل. أصل مشكل. ولكنه ليس بمرض. كنركز بأن فرط الحركة وعدم التركيز كي ادي إلى ضمور الدكاء. ولو الله سبحانه وتعالى خلق طولي زنفان. جميع الوليدات بواحد الكوي. واحد الكوزين انتلكتويل. اللي هو عالي. يعني ما كينشي من حقناك آباء. نقوله مثلا. والدي الكبير أد كامل والدي صغير. ولا هذا الوليد أد كامل هذا الوليد. كل شي عنده انكوسي انتلكتويل. يعني انكبيتال. واحدة الرأس مال جلدك. على حساب هذا الرأس مال جلدك. كيفاش كان نميوه. واشغا نميوه في غلافان. ولا واشغا ترلو واحد ضمور. مثلا. إلا الوليد كان يتحرك بززاف وما كانش يركز. فأوتوماتيك مولوكوسي وانتلكتويل وغينقص. داكو. فكيكونوا يعني ورقوه يعني أسباب اللي كتقدر تعطيه مثلا. فكتيمو. انا قدران. جولي جست انسيستي على الاختلاف بين حالة مرادية وبين حالة عرادية. فمياما. وجولي انسيستي على كيف ما كيف ما كنردو البال ديك النبتة اللي غنكبرها بوحد طريقة صحية. فالعميم الشوز الوليد هو النبتة دينا. هو الحصاد دينا. دوك اوتوماتيك مخصن نهي قولو جميع الظروف الملائمة. اللي كتبدا بيانسور من تغدية. ومحيط الأسري المحيط العاطفي. كيف ما تكرتي يعني مع هاد الامثلة هو انو خاصة نفرقو اولا ما بين تركيز. ما بين تشتوت الانتباه. ما بين نسيان. لانو هما كيتشابه مع باديتهم. فكاينوحد صعوبة كبيرة. كينوحد اللبس. بنسبة الاسباب اللي تكلمنا مثلا عن الاسباب. شنو الاسباب اللي ممكن انو تخلي مثلا طفل نفسين صغيرة. على انو يعاني من صعوبة في التركيز وفي الانتباه. اولا كينووجود خلل في الهرمونات. يعني هرمونات الغودة. خصوصا الغودة الدرقية. والغودة الفوق درقية. دونك مشكل ديال تغويد. المشكل ديالا بغا تغويد. هذا اللول. دوزيما كينو خلل في النظام الغدائي. سوف تدخل كينو الابحات الاخرى ديالا اللي في اوروبا تبسات بانا الوليدات اللي كيستهلكو كمية كتيرة من كازيين الحاليب. سوف كازيين الحاليب يعني مشتقات الحاليب. هذيك المادة الكازيين اللي فيها. فهما كيعانيو من اجتاشون اكسسيف. يعني حركية مفريطة. الوليدات اللي كيتناولو مكسيبات الطعم. مكسيبات اللون. مكسيبات الرائحة. المواد الحافظة. المحليات. الملوينات. سوطولة تخت خازين. والبنزوات. فهما القابل ان عندهم نقص في التحصيل. علياش. لان هاد المكسيبات المواد الحافظة الملوينات. فهي كتدير. كتكبح متصاص. الكالسيوم. والحديد. والأملح المدينية. بك الوليد اللي ما عندوش كالسيوم. وما عندوش حديد. وما عندوش أملح مدينية. فاوتوماتيكم. ما عندوش طاقة التحصيل. دوك نعرف با اغتنير. رابد ما. وهاد الأمور في الغالب. كتكون في ديك سقطة. اللي تي بريو هالوليدات بزاف. والكولوران. كيف ما قلت الملوينات. فعلا. بسكويف الفانيد. افكتما. سوطول الكلوران روجي جون. التخت خازين. والبنزوات. هما اللي على رأس الملوينات. الويدات اللي كيتناولو مادات الغلوتامات سوديوم. اللي هو بيانسور اللي كينف لشيبس. اللي كينف بزاف ديالي فاسفود. اللي كتعطي داك طعم المالح والديد. اللي قبطوا واحد نجموعة ديال الفئران. وحقنوهم بمادة غلوتامات ديال السوديوم. على سبيل التجربة. فنقوا بأن دوك الفئران. جاهم أنيتادو ديمانس. يعني بحلا واحد نوع من الخرف. يعني سوغلو الشام. الخلايا الدهنية ديالهم. فقدات ذاك الكباسيتا ديالهم. ودخلو في واحد النوع من الخرفة. هدا باش نعتو مثال غلوتامات السوديوم. شنو كيدير في الخلايا الدهنية. كي نقصي قلة النوم. نحن كنعرفوا بأن النوم هو فرصة لترميم خلايا الدماغ. الله سبحانه وتعالى خلق لنا النهار باش نعملو فيه ونشتغلو فيه. والليل لسوبات يعني باش نعصو. باش الخلايا الدهنية يتم ترميم ديالها. ايبو فيكسي كي سيباسي لاجوني. يعني مثلا باش كنفكسي ودك شي اللي قرناه لاجوني. خاصة انو حاجي الطفل من النوم يعني رابطي ما. افكتي ما. قلة النوم كتسبب عدم تركيز. كي نقصي نقص فيتامينات من مجموعة باء. بيستا بيت سعود وبيت ناش. والسيخة كان انسيستي على بيت سعود وبيت ناش. اللي هما مسؤولين على توسكية اعصاب. يعني توسكية افلياسون نيرفو. كي نقصي الانيميا الحديد. يعني منك نقص مادات الحديد فكي نقص. اللي ريفليكس دو كابتاشو. كي نقص سكر الدم. اللي زيبوغليسامي اغيباتيشو. اللي امتا كيتر هاد نقص سكر الدم. اولا عند الوليدات اللي كي نعصو. يعني واحد المودة وكيفيق الصباح ما كيفيفيق الصباح. ما كيفيفيق الصباح بعد واحد سعود سواء. اللي عشرات سواء ديال النوم. فهوما يو جسم ديالهم فارغ من الطاقة. دونك خصونا نعطيهم السوكريات. يعني وجبة الفطور مهم جدا. تخيز امبورتان. اللي هاد الوليد اللي غيري مشي اللي يقل بلا ما يفطر. ولا غيري فطر واحد. امبتداج دو ديباناج. يعني مشي امبري بتداج. مشي وجبة الفطور متكاملة. كيفيجردوز دك الصباح. انفاس مع المعلم. والاستاد. يبو غيان رتوني. يعني ديك السنساشن. بعد مرة تس كي تلقاي المعلمين. يقول لك انا كنحس بالوليدات. دان لنوياج. يعني. دماغ ديالو مشي معاه. إلي بالا. بس كالوليد اتماتيك مو عندو نقص في سكاك في الدم. اتخوشوز هاد نقص في الدم. كي ترى عند الوليدات. اللي كيفطروا بالحلاوة. بالسكر. اللي كيفطر مثلا. بدكو حفلك السكر. اللي كيفطر بدي بواصن شوكولاتي. اللي كيفطر بالا. اللي كيفطر بسكار. بدي سكر تخي تخي غابيد. شنو كي ترى لو. سك في هادك اللحظة. كي تلقلو السكر. كي يدير امبك. دان لك الكور ديالنا. كيفرز مادات الانسولين. من الوليد مع العشرة. كل الحداش. ديال النهار. اطماتيك مو الانسولين. كتعطي لفا ديالها. من تمانيا لعشرة. من ديزر. الانزر. الوليد. كي عاني. لانا. كي تلقلو السكر بزاف مع الثمانيا. حت كيفطروا الحلاوة. ومع العشرة. اونا. ان شوت. دي. دي. هذي. كي تدير واحد النوع. من. 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 وين الجانب يبدو يتغمده كي نقصي نوع الإضاءة كي يوجد بلوزيور تيب ديال اللايتينج كالي كيأثر كهيج الأعصاب كالي يهدأ الأعصاب ذاك الشيعلاج في أوروبا كيخرجوا واحد للسيستام موديولاتر يعني هذا كل إذن تغيبتر ديال داروا فهم واحد للسيستام بأن تدريجي كيبدأ يخفاف ولا كيبدأ يجهد على حساب لغ دولار جورني وعلى حساب الضو اللي كيدخل من نافذة وأوسي على حساب لسيزون يعني واش حنا في الشتاء واش حنا في الربيع واش حنا دوك هذا باش نبينو أهمية ديال الإضاءة سوف أدير مثلا مش حتى الوليدين غير بغير يقتص دو في الفاكتور ديال الدو كيغن ديرو دي لمب إيكونوميك على راس الوليد على راس البيغو ديالو وغنطلبو منو يحفظ علوكو لامجوريتي ديال دو ديال دوك للمب إيكونوميك يعطيو واحد الضو اللي هو بلوتي مجهد أنا كنعرفو بأن هذا الضو بلوتي فهو غير مريح للأحساب بالمقا علو كين أوسي نقص في النواق العصبية على رأسهم بتريبتوفان اللي هي بخيكورسور للسيغوتونين هادك النواق العصبية اللي كتأدي إلى اضطراب في نشاط المخ وهاد تريبتوفان رام مرارا وتكرارا نتكرنا لاليس دياليزال المو اللي فيهم التريبتوفان يعني الوليدات ما كنعطيوهوش هادك الغذاء اللي غني بهاد الماد كين أوسي المشكل في اللوي يعني في مخولان دو سورديتي كل الوليدات اللي ما كيسمعش مزيان عندو لكاباسيتي دانتند يعني ما كيسمعش مزيان نقصة دونك اوتوماتيك من الطريقة دياليو باش كيدافع على هاد القضية أنه كيتحرك بزاف أنه كيدير ضجيج بزاف أنه ما كيركش ولو خسنان ديوديك ساعة عن طبيب مختص ونقلبوه حاسة جل السمع حيث يقدر يكون كيسمعنا هنا كنهضر معاه ولكن ما كيسمعش الأستاذ مني كيهدر بواحد الصوت اللي هو شوية مخفض أوسي كان وجود خلال في الفهم كان شواليدات اللي عندو مشكل ديالاديس لكسي ولا ديالاديس غرافي يعني الوليد إما كيقدرش يكتب ولا كيكتب بالمقلوب إلا نفس لشفر للأتر ولا كيقرأ بالمقلوب سفيدا الكلمة وليد لابواغ واحد لسنس هو كيقرأها في آخر السنس هادو مجموعة ديال لتخوب اللي كينين سميتهم لديس كخافي ولديس لكسي غير المشكل واش المدرسة فيها أم بسيكولوج سيختفي اللي من الوليد سيقرأ له هاد المشكل سيقرأ له تشخيص في وقت مبكر داكو لأن هادوك الوليدات نرمالما كنعطوهم سيكون أبال أنتيخط يعني مثلا مكياخدش نفس الوقت ديال الوليدات أفكتيما يعني مثلا مني كنلقوا الوليد عنده نجيس غرافي وانديس لكسي في المدارس الأجنبية شنو كيدروا كيدروا أنتيخط يعني كنزيدوه طولة الوقت على الوليد الأخر يعني مثلا المعلم غير يقرأ مع الوليدات مثلا حصة فيها ساعة على غداك الوليد اللي عنده أنتخو غير يزيدو 20 دقيقة لسل 30 دقيقة اللي غادي تكفاه على حسب الصعوبة اللي عنده حسب الصعوبة اللي عنده وغير نصق مع البسيكولوج باش نقدر نتجاوزو هذيك لديس لديس يعني مثلا في غضون واحد سنة ولسنتين باش الوليد يرجع نرمال 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 لأنه لن تسافت هو ماشي مشكل أنه يعني تزاد ديس لكسيك أو ديس غرافيك سا بو نرمال دكتورة هو دوب بالأخطاء أو للسلوكات الخاطئة لنرمال صحوها لداخل مدرسة أو لداخل في البيت هو أنه لو يكون أخوة مع بعديتهم كل واحد والخاصية ديالو يعني ما كاشموش بعديتنا المهمية النتيجة التي سنوصل لها وأنه مثلا سنعطيه داخل قسم نفس الدرس ولكن كل واحد سيأخذ وقت فالواحد خاص على حسب السلوكة نرمال الريكم ديال الزن هادو يعني أسباب اجتماعية وعاطفية يعني مثلا يكون مشكل ديال يعني مشكل بين الآباء والوليدات يسمعون لذلك المشاكل ولا يحضرون لهم ولا ولد الطفل جديد يعني يجيش مولود جديد في العائلة دون كل الوليد يحس براث ومتب إلي لازي يعني ما بقاش عنه ديال الموضع اللي كان عنده قبل بعد المرقات تعامل مع الأطفال بواحد الشكل غير صحيح يعني مثلا كان غوط عليهم ورد التوابخ المستمر ضعف شخصية الطفل أوتوماتيك من الوليد منك يحس براث محقور وإلي با فالوغي ذي عسا جوست فالغ شنو كيدير فهو ما كيبقاش يركز في القرية ديالو تأثر علي هذك المشكل دول يكون بسيط على سيبوغسك الوليدين يحرص على تشجيع الطفل وتحفيز الطفل باش ينموذك الطفل بوحد شخصية اللي هي شوية قوية ويقدر يواجه بها كل شيء يشجعوه يحفزوه يعني يكون أمور تفاؤلية كتر كنو سي الافراط مشاهدة الرسوم متحركة ولا الاتجهة الاكترونية ساشن كان واحد نوع من الأشياء التي تأثر على الوليدات يعني أنا بالنسبة لي فالوليد في الفترة ديالدراسة مخصوش يفوت بين نص ساعة تلخمس وربعين دقيقة في النهار أنه يشاهد تلفازة لحين أنك لقى واليدات منك يدخل وهم قبال تلفازة ستكون إغرغ لك تؤدي الفقد لديك تركيز عنده اليدات تكي ولي عندهم صعوبة أخرى تكي عندهم واحد الإدمان تدخلك في أزمة البكاء على أساس أنه لا يتفرج فأكيد المواصلين دائما نكمله قبل ما مش الجانب الغذائي واللي مهم جدا بالنسبة لطرق العلاج كان بزاف طرق العلاج كان تختلف إذا كان أنداغنوستيك دون ملادي فهو سيد دواء لأنه كان توجد أنواع الأدوية الأول ينقص من فرط الحركة يعني والثاني ينشط خلايا الدماغ اللي مسؤول على التركيز دون هذا إلا ندياغنوستيك ملادي دا 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 العلاج اللي بازي سور البسيكوتيرابي يعني حيث عند المسيكولوج خاص بالأطفال إلا دياغنوستيك نفسي انتروبل في حين إلا كان عرض فالعلاج كيبدأ حلا قلتي ان بسيكوتيرابي فاميليال يعني أن الأسرة الأم خصوصا بينصور مساعدة الأب ولكن سورة الأم اللي غتتخد زمام الأمور أولا كان انسيستيو على الاتصال البساري سا فدير كوا يعني هدق مع الوليد ديالك يفو انسيستي ان 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 غير دون لزيو سا سا باش نعطوه واحد الأهمية بان احنا كنت تصلو به داب تلمان الاتصال البساري عندو واحد الامبورتانس كف لاميدسين في طيب ولينا كان واحد للاسكشن ديال الناتروباتي اللي كان دلو تشخيص عبر الإيريس يعني تلمان الاتصال البساري عندو واحد الأهمية ان وصلنا على نتروباتي ان نشوف كي نقصي توفير المكان المناسب سا فدير ما نتلبوش من الوليدات انهم يدروا الواجبات ديال مصد الصالون ولاف بيت القلات اللي قبلت التلفازة والليحد دها الأسرة كلها ووالا افكتبا لك الوليد خصو يكون قلت الى واحد الكرسي اللي هو مريح اللي هو مريح واحد الإضاءة كيف ما قلنا هي مزيانة الحركة دماغ يخدم 15 دقيقة بوحد الطريقة اللي هي متواصلة وإفكاس نغمال من في كل 15 دقيقة خصنا نعطي بان غوبو دو 20 مينوت دون 15 دقيقة ديال الخدمة 10 ني و 20 مينوت دو بوز وعلى الثاني يرجع لانا ساعة للعمل وساعة لللعب احنا ما نخلوش ساعة ساعة نقلو 45 مينوت 20 مينوت انو الاطفال في السين سعيب انو مقاو مركزين ساعة كاملة افكتي نحاول نملكها بشوز انتريسان افكتي 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 الوليدات نشجعهم على ممارسة انشطة مختلفة وما نحب بزاف وقت الفراغ مثلا الوليد عنده وقت الفراغ نشغل اما برياضة اما بالفن سيخت الموسيقى لزاغ كان موت تركيز كان صناتا الموسيقى الموسيقى البيانو الموسيقى تستعمل في البلدان السكندنافية احسن وانجح مثال دراسي في العالم هو المثال الدراسي في الفنلندا الوليدات يقرون من السباح الوحدة النهار وانجح يقول لا يقرون وانجح الوحدة الصباح التركيز جيد موسيقى موسيقى في البلدان السكندنافية في البلدان في البلدان لا يقرون لهم صناتا لا يقرون الجرس يقرون صناتا الموسيقى القوة بأن هذه المقطوعة البيانو تؤثر على الخلايا الدماغية وكترفع من نسبة التركيز ومن نسبة التحصيل ودابوا لو كيبيعوها سوفهم دسيد أن المرأة الحاملة تكون دجا انسنت يعني كتسمع لها باش الجنين ديالها ياخد منها لذلك الليزان بوزيتف وكينصحوا بأن الويدات صغار يعني في ديك الفترة ديالهم يتربوا بهذا الموسيقى هنا من هنا كان اندكوفر لامورتانس دياليزاخ إذن مستمعنا أكيد مازالين مواصلين رفقة الدكتورة سابرين شيوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري الخصائية في التغذية والحمية الصحية اليوم كانت تكلموا على التركيز والانتباه عند الأطفال مازالين غادين نكملوا غادين تكلموا على الجانب الغدائي بعد الفاصل ومع استقبل مكالمتكم الهاتفية على 052 إذن غادين مباشرة التواصل المباشر معكم مستمعينا مرحبا إلى عندكم أي تساؤلات وصلوا معنا دابا على 052 880 0060 61 62 ناخد أول مكالمة معنا رقية من سلا ألو أهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله رقية صباحكم براكم الله يبرك فيك شكرا وشكرا على المعلومات التي تعطينا مرحب مرحب أهلا أريد أن نسلاشر مع الدكتور في واحد الأسفار تفضلي نعم نعم أنا المامو التي لديها المامو التي لديها الإفليبسي نعم وي لديها تدريب الإفليبسي وي 50 أسانت وي كانت من أخذ من أخذ اللي تبدأ بالـ D ولي بالـ G أهلا كانت من أخذ حرف D ولي حرف G لا لأخذ الحرف لأخذ الإعلامية صافي عرفت عرفت أهلا أعرف لكن في أخذ دائما كنت أخذ تتبع التطريق نعم وي ولد نعم و مرحب بعد سي مو وي أخذ الأسفار يقول لا أخذ أن لقد ستبأ عن عادة تقديم الحليب أهم الأوليية سأفعله وهناك في الكتاب وقالى بشكل حسنا لقد رأيت على المدسان بشأنه يوجد يفكر تسكال السكر نعم Oui, oui. Malheureusement, il y a un régime. Il n'y a rien d'insuline, mais il y a un régime. Alors, il était à combien ? Il était à 7 et quelques. D'accord, oui, 7 et quelques. A quel âge l'enfant ? Maintenant, il est en avant. D'accord, oui. Le diabète, je vais prendre le normal, il est à 30, 40, 50. Il y a un régime. D'accord. C'est un régime ravi. D'accord. Il peut nous dire que le docteur Wach, il se peut. Avec le temps, sur l'état de l'insuline, on vient d'avoir un régime. Il y a un régime, il y a un régime qui s'occupe de l'âge, avec la papeille, avec la papeille, avec la salle, il y a un effort. Très bien. Mais il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'avec le temps, ou là, ça y est, c'est à cause de l'âge. Oui. Alors, madame Saint-Limziène, vous avez de la chance que votre enfant n'est pas né handicapé ou avec un retard mental. Vous avez beaucoup de chance. D'accord. Il y a un traitement de LD à 80% qui est de retard mental. Alors, on va dire qu'il faut toujours réclamer dans l'école, parce que si vous avez vu quelque chose ou que vous avez vu quelque chose, il va dérouler. Je ne sais pas si c'est le dernier stade. Effectivement. Alors, premièrement, un enfant de 9 ans, d'accord, normalement, ce n'est pas un régime alimentaire. Normalement, c'est de l'insuline. Vu qu'il y a un diabète à 9 ans, son pancréa ne marche pas. Je vais dire un régime. Ce que vous voulez, c'est un diabète type 1. c'est un diabète à 9 ans, alors, je vais vous dire, qu'il y a un diabète à 9 ans spécial. Il n'a pas beaucoup de gens. D'accord ? Mais ils n'ont. D'accord ? Pourquoi ? Il y a une des deux charles, c'est qui va vous montrer à quel point le pancréa qui est ennette. D'accord ? Dans l'anglais, tu n'as pas besoin de la bouche ou de la bouche. Non, c'est du basique. D'accord ? Pour que j'ai une des charles, c'est qui va vous montrer à quel point le pancréa qui est ennette. D'accord ? Si nous avons كثير من 50% الخلايا بالمضاعات 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 من الانسلين لماذا الانسلين؟ لأن هذا الوليد لا يدع لك المضاعات بالمضاعات 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 ولكن عندما يكون ديابات دماغية يدعى أن كل جلوكوز في الدم سوف يمشي العريقة الصغيرة لذلك سوف نخاف عليهم المضاعات أنا حاجة واحدة، سوف ترى أن دياباتولوج اندوكرينو سبيسياليسة للدفع أنا لا يمكن أن أقول لك اسمية أميتسا في المنزل في مضاعات بإمكاننا نصدقى ودعونا هذا الاندوكرينو سبيسياليسة للدفع وإن نستطيع أن تحليلات البانكرياء، نستطيع ان تخدمها للإجراءة باش الوليد باش نعرفو باش افكتما الرجيم الى دوني والاخر سنحتاجه للانسولي ان شاء الله يكون خير ناخدو مكالمة اخرى معنا لبنى من تمارا باح الخير عليكم وعلكم السلام ورحمة الله لا بس شكرا بالزاف على هذا البرنامج وشكرا نميد راديو على المعلومات الله يبرك فيك شكرا الله تكسر بنتمسوا للدكتورة أنا عندي واحد الوليد عنده عشر سنين هذا يقفلها في هذا الشهر هذا وعنده واحد فرط الحركة يعني احنا كنشوفها غير طبيعية يعني بالزاف سيرتو في القرية يعني هو مكان ما يقالس ما غير انفوكت كينو ديبير لدوفور دياله لكي بغي يقرأ ولا هذا يعني ما كيقلش ما كيركزش نهائيا داكار ما كيقدرش يقلسة واحد عشر دقايق فوق الكرسي ولا باش انه يقولك مرة يقولك النود النود نشرب كنصوليه المحدة هلا خسنين نجيب هذا لانسيت الكتاب وحتفل يقول كيقولوليا هذا المدخس دياله كيقولوليا عندي تفليكو نفس الموشكين داكار يطيح ستيلو باش يهزو كيقش واحد حدا وانها يعني هادش مؤثر عليه بالزاف ولكن من غير القرية من غير القرية كمويلة صبا مزيان زمام مزيان غير هو شوية فيه شوية دنبيش بعندو خود تقبار عليه يعني مرة مرة يجبدهم يبغي بحالي لكي بغي تير نتيبة افكتما شو يريد أن نقول لك هو سيلي بوتي واندي خودتون كبار يعني هم مبجوش بهم بوي السميين ويقول لي علش انا والتيني بوش علش انا والتيني بوش افكتما افكتما الهو سيسامان يقدر تغير الاتنسون هذه الطريقة باش يتير الانتباه سيخطوك هذا المشكل عنده عرف الدراسة قلت لي يعني لما قلستيش باش يجري دوفور الهو نورمال الهو نورمال زي عادي زي ما كي قلت هذه كان دائرة السبور يمشي كي دالرياضة يعني كي خرج يعني زمام كل يعني كنديرو اللي بيزاكسيفيته زي ما بشوية يتهدن برنالي السبور ما عرفش نوع السبور اللي دركي واش واش شو ندرتيل شو ندرتيل دركي الفون كونتاكت لا مزيان لذار مارسو يسون تريبيا مالذار مارسو مالذار مارسو مالذار هذا العنف اللي عنده يخرجه في هذا الغرائي اللي ما عنده عنف لش حكمت علي بأنه عنده عنف ما عرفت شكل طريقة طريقة مش يتعمل مع دكتورة وهو انه بزربة يبكي وي هذا العنف هذا العنف هذا العنف السنسبل هذا العنف يجبكي حساس كتاك داكتور أنا بالنسبة لي هذا العنف يعني من لفت أنه كان جميعا يعني هم بجوج بحال بحال بجوج نفس طباعته هو صغير يمكن أن تشعر أنه مالذار داكتور أنا بالنسبة لي أجل تعزي علاقتك معه يعني يفرق أنه تحرق أنك تحرق معه يعني يجب أن قريب لك بزاف يجب أن تحرق معه بزاف ويجب أن نتحدث معه في بيرو هذا يعني أنه لا نتحدث معه ونقرأ معه في بيرو لأنه مرض الhyperactivité لأنه عنده فرط الحركة كيف ما قلت قبل من 2 عام ويجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن على يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب قليلا فكيف الجمicz تدار بيرو سهلا ي طريق وإزเว لا يجب أن لا يجب جه أن يجب guar إذا تريد أن تريد أن تكون معه و تقريه و تقريه 45 دقيقة و تحديه 20 مرة و توقعه بشكل معه بشكل كبير و أعطيه بشكل كبير و تقول لك أن تريد أن تتعوده بشكل كبير و قرينا نعطيه 20 مرة و تقريه بتخليصين و تقريه بشكل كبير افكتبا 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 التعلم فهو واحد ميكانيزم فيزيولوجي عنده علاقة بالتغذية عنده علاقة بالحركة عنده علاقة بالماء وعنده علاقة بالأكسجين علاقة بالأكسجين يجب عليهم كثيرا وخاص للشام تكون مهوية مزيان العطيب للبراين دايت هو مجموعة الاغذية التي تفيد المخ باش يأتي الوظائف علاق أولا علنا الفيتامين د لدينا الفيتامين ا عدنا الفيتامين سي عدنا الفيتامين ا وعندنا مجموعة الفيتامينات من المجموعة بي يعني بي سيس بي نوف بي دوز وعندنا الزوميغا تروى هدو كلهم فين كالقوهم كالقوهم في واحد الحبوب اللي هي الحبوب الكاملة يعني الشعير على هذه الحبوب الكاملة على رأسهم الشعير كتعطينا مادة تخيبطوفان وكتعطينا الجلوكوز النقي اللي كيعطي واحد طاقة للجسم على النوسي اللي في خويروج راسبوري والبلوبوري فهم اسموهم برينبوري يعني فواكه الجل الدماغ يعني توسكيه ميرتي فرمبواز يعني هادوك التوت اللي كيكون شوية ميل الكحولة عنا البروكولي اللي هو كيزيد من سدفق الدم وغني بالفيتامين بناف عنا الأسماك الميدمة الساردين الماكريل وبيانسور سومون اللي هي غنية بمتددة الأكسادة وغنية بالزوميغا 3 وكترفع من نشاط المخ عندنا الكوري كوري ولا الكوركوما إما الخرقم البلدي إما الكوري اللي هو العطرية الهندية كينشط الداكرة بوحد طريقة اللي هي جد قوية عندنا دارك تشوكولات الكاكاو اللي هو الشوكولات اللي في نسبة الكاكاو مرتفعة لأنه غني بمادة سيروتونين عندنا الجوز والنواد كاجو اللي الجوز عنده واحد شكل ديال فصوص ديال الدماغ والنواد كاجو كي تسمى حب الفهم يعني يسموه القرين ديال الكومبريمسيون يعني اللي تنتكلموا على القرقاء أو المكسرات أو الكاجو يكونوا بالدين يكونوا بالدين عندنا الزبيب واللعينة بالمجفف غنيين بزاف بالزوميكا 3 بالفيتامين سي وكيزيد من عمر الخلايا ديال الدماغ عندنا تماثم اللي فيها مادة تليكوبين كي ترز امبورتانت عندنا الافوكا اللي هو غني بالفيتامين او عندنا الكرافس والسفرجل اللي هما جد مهمين عندنا الفجل عندنا الفامي ديكروسيفير الكروسيفير اللي هما البروكولي وليشود بروكسيل وطوسكي يعني في المرغيب عندنا القرنينة والسلق والبقولة عندنا فول صويا يعني الصوجة اللي نقرروا نصوبوها بحلقة ثانية عندنا البادينجان غنيين بمادة نياسين اللي كتحافظ على الدماغ وكتجعلوكي كابتي بلوس المعلومات ان البصل الاحمر كي تخيز امبغطان عندنا سمسم زنجلان ثوم عندنا الخص عندنا اوراق العنب اوراق العنب جد مفيدين لانا كيرفعوا منسبة ديال التحصيل عندنا واحد المجموعة ديال الاعشاب على رأسهم روزماري ولأكل الجبل الابحث كتبين بانا جوث ستين شاق لوليدات الروزماري كيرفع ستين فلمية لكباسيتة ديال الحفظ إما نستعملوها كويل إسانسيال ولا نستجقوها جوث الروزماري يعطينا واحد ستين فلمية ديال تحصيل وديال الحفظ بيانسور عندنا عشبة جينسنك هي نبتة صينية عندها بزاف الفوائد الصحية كتعزز الدورة الدموية باش كيوصل الوكسيجان والمواد الغدائية بوحد الشكل أسرع و أفضل إلى المخ دونك تأدي إلى تنشيط الدماغ وتعزيز الذاكرة و زيادة التركيز كي ان الفاني رائحة الفاني عنده تأثير ايجابي الفاني الطبيعي عنده تأثير ايجابي كيزيد من نشاط دماغ و تركيز ديالو كي قوية ذاكرة عندنا الزنجابيل كي عالج حالات نيسيال كثيرة و كيزيد من تركيز لأنه كثير من تدفق الدم عندنا الفلفل الأبيض كي نشط الدكرة و كنصحب تناول هذك الفلفل الأبيض عبر إضافة الأطعيمة مثلا هذا بالكوري فهو مكون من الكوركومة و مكون من الفلفل يعني هذو الكوري الهيندي و الخرقاء من البلدي و السكين جبير ولي بزار البيض هذو ممكن الأمهات و لنضيفهم و لنضيف مشروبات كي القرفة تقوي الذاكرة و يتم شربوها مع المسخون كي العسل العسل علاج فعال جميع الأمراض يعني منها ضعف الذاكرة و التركيز كيف ما قلت الكوري كي يجمع بزاف الأعشاب اللي ذكرت يعني في قلب منه كي الكوركومة و في قلب منه كي القرفة و في قلب منه كي الفلفل الأبيض و كي نقصي الحلبة اللي كتزيد من نسبة تدفق الدم كتزيد من من التركيز يعني بعشبة واحدة احنا جمعنا 4 أمامة كي نقصي عشبة الميرامية كتزيد نسبة تركيز عن التوتر و كتقلل من خطر الإصابة بلالزايمير سنمية سنمية لا سوج و كي نعناع الأخضر و كي يحيد ذلك التركيز اللي فيها حول الخلايا العصبية بشرط بأن هذا النعناع يكون المصدر يكون أورغانيك يعني يكون بيو نتأكدوا من ما فيش يعني مبيدات و كي يحتوي على مادة الليسيتين و مادة الكولين اللي هي كتعزز الدكرة كان بيانسور الدجاج البلدي اللي غني بالفيتو أستروجين و غني بالحديد و تسكيي الحجل سمان الحمام جد مفيدين الدكرة كان زيوت على رأسهم زيت الزيتون و زيت ديال الغراندولان ديال زريكتان فهي غني بزف بلزوميكات كان الزبدة سخط الزبدة البلدية لأنها كتقلل من الموفيكوليستيرول دونك كتخلي النشاط أكتر و كان البينات باتر الزبدة ديال البينات ديال الفول السوداني كان عصير الرمان عصير التماطم عصير الجزر والبرتقال غنيين بلزانتي اوكسيدون غنيين بالفيتامين السي هدو هم العليست دا بغان دوزول ديال كيفاش نطبقو هاد هاد المواد الغذائية اللي تكرتي هم العموم هاد المواد الغذائية كلهم ممكن الأمهات يعني سايبوها الوليداتهم مره لاشك المشروب مره في الأكل يعني دالهم يدخلوها قدر إمكان الخضر الفواكه كوكتيل نسميه كوكتيل جلدكا في الصباح نجل الخيار مع سبعة تمرات مع القصغيرة جل الويلدو كوكو كنت انسيستي بزاف على الويلدو كوكو وعلى الليدو كوكو لأن بينات الأبحاث بأنه هو مقاوم للزايمر ومقاوم النسيان يعني أنا كنوصي الناس أوبود دو ثمان خمستاشر يوم ديال استعمال ديال الويلدو كوكو ولى الليدو كوكو بصفة يومية فهما غيلاحظوا تحسن الذاكرة يعني مثلا في دور المسنين في الإترانجي فالويلدو كوكو والويلدو كوكو داخل الأكل يومي ديال الناس الكبارين إذن حليب الكوكو خاصة نتناولوها بالويدات بشكل يومي في الصباح نجرى الخيار مع 7 تمرات ومع القصر مع القصر صغيرة بجل الويلدو كوكو أو الحليب الكوكو كيف ما قلتين فهلا نفضل زيت الكوكو في الصباح في المساء نجرى الخيار مع 7 تمرات ما معلول الويلدو كوكو الويلدو كوكو يغدي خلايا جل الدماغ يمكنك التواصل العصابي بين خلايا جل الدماغ داكو و الويلدو كوكو يغدي لغين دميالين يغدي واحد الغشاء في النفول الخلايا العصابي لغين الويلدو كوكو مع الخيار مع التمر ولغين الويلدو كوكو في حليب كوكو مع الخيار مع 7 تمرات مكونات الخيار والتمر داكو، كان واحد المشروب الجوز 35 جرام الجوز الغزبيب 15 جرام، تمر 15 جرام الزنجبيل 15 جرام، وعسل ناحل 30 جرام حتى نبسطه للناس نفس الكمية ديال الزبيب والتمر الزنجبيل و الضعف ديالها ديال الجوز و ديال العسل مواد غنية بسيغوتوني بالمانيازيوم بالأملاح المعدنيا بالمونغانيز وبتريبتوفان هذا يعني نخلطهم و المكويرات مثلا لا، هذا مشروب نخلط الجوز مع الزبيب مع الزنجبيل مع العسل سوف نديرو فميها سخونة المسخون نرقدو في شرائح ذي الزنجبيل داكو، ناخدو ذاك المشروب ونتحنوه معه الجوز والزبيب والتمر وعسل ناحل يعني المدى في سكين جبيري ترقض مزيان وهذا كل ما اللي سنتحنوه فيه الجوز والزبيب والتمر ونحلوه بالعسل الحر افكتب هناك وصفة أخرى فيها العجلة غوية غداء المالكة مع البربوليس حبوب اللقاء مع نبات جينسنج مع البودور للعنب المطحون إلا توفرت بودور العنب المطحون مرحبا، إلا ما كيناش ناخدو ناخدو دي جلول دي العنب المطحون اللي هو الغز في غاتخول مادة الغز في غاتخول كتكون في سكين جميع للي برافارماس برافارماس نخلطو الجوز والغوية مع البربوليس مع النبات الجينسنج إلا القينا بودور العنب نخلطوهم معهم ونعطيهم الولية الثلاثة المقاطة في النهار إلا ما القيناش بودور العنب المطحون فإحنا غندرو جسد ملانج دي جلول والغوية مع البربوليس مع النبات الجينسنج ونعطيهم يتناول كمبلمون أليمنتر دي العنب المطحون نواصلو نعطيهم المتوفر في البيت يعني توفر لبعض هي عجين التمر والفول السوداني عندنا فواكه جافة بحل زبيب بحل برقوخ بشباش يابش نزيدهم ولا مكسارات ولا المكسارات ومن بعد غندوزهم في شوية دي السمسم وشوية دي الجوز الهند بحل غنفندوهم في سمسم و جوز الهند وجوز الهند والكوك ونقدر نضيف عليهم السيء حاليب الكوكو لكي نجمع هذه الكوكوكو فعوض ما نضيف حاليب مركز محل مصنع نضيف حاليب الكوكو بس كسيدة ستشريه ستستعملوا على السيء وهذه الكوكويرات ستساعد الوليدات لا في الطاقة لا في التركيز لا في النشاط المهم مثلا ننصي على الشعير سخط التلبينة فهي سنة على رقصه مثلا ذلك التلبينة نظر القمح الشعير مع الماء مغلى ونزيد فيه إما زيت الزيتون إما العسل بالنسبة للويدات الصغر نوصل الأمهات بأنهم يرميوا فوق منها جوز الهند محكوك دولا كوكو غابي والهيطرية فاكهة فاكهة هذه بالنسبة للشعير كان نصي الحليب مع الزعفران يعني بلسما نعطيه كويس الحليب بوحده فنجلو فيه الزعفران شعران بيانسور نغليه معاه ونصفيه من ذلك الشعيرات الزعفران ونعطيه الوليد يشربه أولا تقبلوا يشربوها ككرا كان أحسن من الزعفران بيانسور كان نوصي بزاف المؤمهات أنهم يصيبوا البيناتس باتر يعني يصيبوا ذيك الزبدة جالفوستق جالفو السوداني يعني اللي تخي 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 زامبورتان بيانسور كيفما تكرنا عصير رومان عصير تماطيم عصير الجزر والبرتقال فهم خصوم يكونوا بوحد الصفة اللي هي تكون تخي كوتيدين داكو نزيدوا عاو تاني يعني بالنسبة بالنسبة للويدات اللي كي بغيوا مثلا البرجر الهومبورجر ندلو ان برغر فيجيتال ولا يعني إما برغر فيجيتال إما ندلو ان برغر غبست بوستو يعني بلاصة ما ندلو الكفيتة قلب من البرغر إما غنصيبوا عجينة السمك يعني السمك فيه طن ولا فيه ساردين والمكريل ودك العجين جالسامنين تحنو دك السمك نخلطو مع الفول السوداني المطحون داكو ندلو معه حبات قرنفل ندلو معه حبات قرنفل لان قرنفل لان قرنفل فيه واحد المادة مع الفود السوداني منيك تخلط مع الزوميغاتخوة ديال السمك فهي كتكون جد 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 فعالة داكو هذا إلا بغينا برغر دورجين بوستو إلا بغيناه فيجيتال فحنا كنصوبوا ذاك الكفصة اللي كندلو في قلب منه كينوة الكينوة هي حبوب كاملة ندلو معها إما إما عجينة الحمص أو عجينة الفول ندلو معه مواد غذائية ومأكولات اللي خاص الأمهات أنهم يدخلوهم يعني في الأكل ديال وليداتهم بشكل يومي بشكل يومي فعلا بشكون الاستفادة عامة وكندون يعني تباك الله هذو حويجات اللي غاد يكونوا لداد وفي نفس الوقت يعني صحيين ومفيدين لحد من هذك التركيز يعني الصعوبة في التركيز أو في الانتباه شكرا لك بزاف في الأسف مقاشنا الوقت وكنشترك بزاف على كل هذه النصائح المعلومات الطبية اللي قدمتين لليوم وأكيد إن شاء الله الخميس المقبل وموضوع طيب جديد كيف يفيدكم مستمعين لكم تحية وفائز رفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية وساميح عشوب في استقبال مكالمتكم الهاتفية نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد غاديو الإداعة القريبة منكم